يرجى الأنتبات الدائرة غير مسؤولة دائرة حكومية تتخلى عن المسؤولية؟ قد يكون غريباً لكن الأغربة أن تخطئ في كتابتها عبارة كتبت على جدار آيل للسقوط لأحدى الدوائر الحكومية في بغداد والسبب كما يقول أهل المنطقة غياب التخصيصات لعدم إقرار الموازنة فلوس ماكوش كتبو ما مسؤولين أذا واحد وقع حيح حيط زين بشرفك حاطل بوري ساند الحيط يعني الدولة ما عطل فلوس وناها جهال تروح تيجي هاي مدرسة يقبالنا هاي المدرسة وجهال تروح من هنا وتيجي سياراتنا هنانة عوائلنا هنانة يعني ما يسير خلال عمود هنانا يلزم بي الحاط وكتب هاي الكتابة الدائرة غير مسؤولة الحاط معرف للسقوط زين هاي الأطفال تلعب هنا يعني ميطيح على واحد ويقتله أنت ما تقدر تقول الدائرة غير المسؤولة لعد من المسؤولة الأهالي وبعد عدم التمكن من تأهيل الجدار منذ سنوات أعلنوا استعدادهم في التبرع بالأموال للدائرة من أجل عادة تأهيله خوفا من تبعات انهياره وحفاظا على حياة المواطنين لا غرابة عند المواطنين في التبرع للجهات الحكومية لتأهيل الجدار لكنهم يتخوفون من التبرع مجددا لتلك الجهات بحسب حديثهم لتأهيل الدوائر وفي حينها سيكتبون عن التبرع ولكن بيرجى الانتباه للأنتبات من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر